السلام عليكم ورحمة الله متابعين الكرام في كل مكان اهلا بكم في قناة ابو الصحابسات والناس كترة جدا متابعين كترة جدا نفسهم ان القناة دي تقوم موجودة عندهم يبحثهم دائما عن التردد السليم والصحيح علشان يقدرهم يضفوها عندهم على الجهاز. موضوع حلقتنا النهاردة علشان ما طاولش على حضراتكم ادخل دلوقتي معاكم في التفاصيل مباشرة ما بقيتش بحب اطول عليكم مدة الفيديو بس ما تنساش في البداية تنور التعليقات بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله والتفاعل بطاعة حضراتكم وما تنساش تعمل مشاركة تفرح غيرك ايه على الواتس ايه ابعت الفيديو ده على الواتس ايه على مسينجر على الفيسبوك المهم ان كل يستفيد حضرتك هتكتب التردد ده حداشر اربعة واحد اربعة او حداشر اربعة واحد واحد على معدل ترميزي اتنين اربعة تسعات او تلاتين الف الاستقطاب اللي هيكون حرف الاتش او كلمة اسمها افوقي زي ما وضح دلوقتي قدام حضراتكم جميل هنفترض ان حضرتك ملقيتش اشارة على التردد ده يبقى المفروض ان حضرتك تعمل ايه عندك جهاز اتش دي معندكش جهاز اتش دي ما تدورش كتير مش هتلاقي قنوات موجودة تمام تاني حاجة لو عندك جهاز اتش دي وما فيش اشارة على التردد ده هتشوف التردد تلاتة وحيد او حداشر تلاتة سبعة تلاتة على معدل ترميز سبعة وعشرين الف وخمسمية واستقطاب هيكون افقي او حرف الاتش لو في اشارة على التردد ده هو انت عندك جهاز اتش دي والقنوات او القناة دي ما جاتش معك مجموعة قنوات ابو ظبي الرائعة والجميلة شكرا لادارة هذه القناة والقنوات لانها تسعى دائما بان تسعد جميع مشاهدينها في كل مكان يبقى حضرتك هتحزف التردد وترجع تعمل له اضافة مرة تانية من جديد علشان القنوات تلاقيها موجودة عندك بكل سهولة وما تدورش عنها كتير ده التردد الصحيح وده المعلومات سريعا بين غير التطويل اللي هتقدر من خلالها تلاقي القناة موجودة عندك في حالة عدم وجود اشارة على التردد ده يبقى انت جدا محتاج تزبط اشارة الطبق وتم اعداد هذا الفيديو على سبيل التوضيح والمعرفة للجميع في اخر اخبار النائلسات وفي اخر التحديثات الجديدة وفي الختام لك مني احلى سلام